السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشاط الأول أولا نتحدث عن ما هو الهدف من هذا النشاط الأول النشاط الأول بعنوان إيه أولا؟ بعنوان نظر نظم المعلومات المحاسبية نظرة عامة أهداف التعلم من النشاط الأول هيشرح ما هي النظام وما هي نظام المعلومات المحاسبي ويميز بين ويوضح الاختلاف بين البيانات والمعلومات ويناقش خصائص المعلومات المفيدة ويشرح كيفية تحديد قيمة المعلومة أولا ما هو تعريف النظام؟ يعرف النظام بأنه وحدتان فأكثر تعمل فيما بينها لتحقيق هدف أو أكثر من هدف وعادة تتألف الأنظمة من أنظمة فرعية يبقى أي نظام رئيسي له مجموعة نظم فرعية كل منه له وظيفة معينة الوظيفة معينة دي عشان إيه؟ تدعم النظام اللي أكبر منه اللي هو النظام الشامل هذا هو تعريف النظام طيب في دوق تعريف النظام ما هو تعريف نظام المعلومات المحاسبية؟ طيب في دوق تعريف النظام هنشرح ما هي نظام المعلومات المحاسبية هو أحد النظم الفرعية في الوحدة الاقتصادية يبقى كده اعتبرنا الوحدة الاقتصادية أنها النظام الشامل أو النظام الرئيسي يبقى النظام المعلومات المحاسبية نظام فرعي من الوحدة الاقتصادية والوحدة الاقتصادية تتكون من عدة نظم فرعية من ضمنها نظم المعلومات المحاسبية وهي تعمل مع بعضها البعض بصورة متربطة ومتنسكة ومتبدلة بهدف توفير المعلومات طيب احنا لازلنا في نظام المعلومات المحاسبة في دوق تعريف النظام السابق نظام المعلومات المحاسبة هو في الحقيقة نظام فرعي ونظام رئيسي ازاي؟ هو نظام فرعي لو اعتبرناه احد نظم المعلومات الفرعية في الوحدة الاقتصادية الوحدة الاقتصادية عن المنشأة او الشركة هنعتبر المنشأة او الشركة هي النظام الكلي او نظام الرئيسي الشامل لجميع النظم ازا الوحدة اقتصادية هتعتبرها نظام رئيسي متفرع منها عدة نظم عدة نظم زي ايه؟ نظام الانتاج نظام الافراد نظام المشاريات نظام المبيعات نظام المعلومات المحاسبية إذن هنا نظام المعلومات المحاسبية فرعي وليس رئيسي ومين النظام الرئيسي هنا هو الوحدة الاقتصادية هي النظام الرئيسي أو الشامل طيب المجموعة الأنظمة دي بتهدف في مجموحها لخدمة الوحدة الاقتصادية اللي هي المنشأة باعتبارها النظام الكل نوفي تمولها بالمعلومات تاني حاجة ده اعتبرنا فيها النظام المحاسبي نظام فرعي طيب نظام المعلومات المحاسبة أيضا يعتبر نظام رئيسي رئيسي إزاي؟ رئيسي يضم مجموعة نظم فرعية يعني هو نظام رئيسي في حد ذاته وبيتفرع منه مجموعة نظم فرعية زي إيه؟ نظام المحاسبة المالية نظام محاسبة التكاليف نظام المحاسبة الإدارية طيب إذا نظام المعلومات المحاسبة بيلعب دورين مرة يلعب دور فرعي ومرة يلعب دور رئيسي بيرعب دور فرعي مع نظام الإنتاج والأفراد والمشاريات كنظام فرعي للوحدة الاقتصادية هي النظام الرئيسي ومرة هو في حد ذاته نظام رئيسي لمجموعة نظم أقل منه نظم فرعية أقل من نظم فرعية اللي هي زي مين؟ زي المحاسبة المالية ونظام المحاسبة التكاليف ونظام المحاسبة الإدارية طيب عرفنا تعريف نظام المعلومات المحاسبة طيب إحنا عايزينه ليه؟ لماذا ندرس المنظام؟ إيه أهميته؟ ليه بندرسه؟ ليه بندرسه؟ اللي قالت لنا عليه الفازب الفازب اللي هو مين؟ مجلس المعايير المحاسبة الأمريكي عرف المحاسبة بأنها نظام لأول تعريف هي نظام للمعلومات هي نظام للمعلومات إذن الهدف الرئيسي للمحاسبة هو التزويد بمعلوماتنا فعل متخذ القرارات في الشركة أو في المنشأة ويحاول ويعالج البيانات الموجودة لمعلومات تنفع متخذ القرارات إزاي؟ هنعرفها في اللي جاي طيب ما هي طالما هو نظام للمعلومات؟ طيب إيه هي بقى طبيعة المعلومات التي يتم تزويدها لمتخذ القرارات؟ ما هي طبيعة هذين معلومات؟ طيب قالك المعلومات دي هي بيانات تم ترتبها ومعالجتها عشان تعطي معلومات ذات معنى وذات مغزى وقالك علشان الشركة تقبل هذه المعلومة لابد يكون المنفع اللي هتيجي منها العائد الفايدة المنفعة اللي هتيجي منها أكتر من التكلفة تكلفة المعلومة دي لو الفايدة أو العائد أكتر من الفايدة بالنسبة للمعلومة هتقبلها الشركة لكن لو العائد أو الفايدة أقل من التكلفة اللي هتتكلفها الشركة علشان تحصل على هذه المعلومة طبيعي بيش هتتتخذها هتعمل بيها إيه؟ إذن الشرط هو إيه؟ الشرط اللي هو إيه؟ إن تكون قيمتها أكبر من تكلفتها طيب المعلومات دي فيه خصائص تجعل هذه المعلومات مفيدة وذاتة مغزى إيه؟ إيه؟ 6 خصائص إيه هما لابد أن تكون المعلومة في وقتها يعني لو جات قبل أو بعد ملهاش لازمة لابد من وقتية المعلومة ده بين سماية تايم ليه في وقتها تاني حاجة المعلومة اللي تجيبها لي زاتة صلة بالموضوع يعني تخص الموضوع نفسه اللي أنا عايزة معلومة فيه ما تجيب ليش معلومة آه تو ممكن تكون مفيدة لكن ما تخصش الموضوع اللي أنا بكلمك فيه يبقى بهي ليست ملأمة أو ليست مناسبة relevant ليست relevant يبقى إيه؟ معنى ملأمة أو relevant يعني إيه؟ وصيقة الصلة بالموضوع اللي هي محل الدراسة فيه تاني حاجة لابد إن معلومة تكون واضحة ومفهومة understandable ولابد إنها تكون reliable يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعتمد عليها موصوقة يعني إيه يعتمد عليها؟ إنها حيادية مش متحيزة لا مع الطرف اليمين ولا مع الطرف الشمال هي حال حياد تاني حاجة لابد من التحقق من صحتها تحقق من صحتها يعني variable يعني إيه التحقق من صحتها؟ يعني لما أخد قيمة نتيجة الأعمال نتيجة الدخل أو نتيجة الأعمال لما بص كده على نتيجة الدخل أو الأعمال وخليت مراجع يعملها لي وخليت مراجع تاني يثبت لي صحتها طلع لي نفس النتيجة قال لي قادي مظبوطة والتاني قال لي قادي مظبوطة يبقى لا يختلف اتنين على رأي يبقى دي التحقق من صحتها لابد إن تكون المعلومة أيضا complete كاملة اللي بيش تجيب لي معلومة نقصة ما ينفع لازم لابد من طيب إذن إحنا من الفيديو ده كله تعلمنا إيه؟ تعلمنا ما هو النظام وما هو النظام المعلومات AIS في دوق تعريف النظام وشفنا الخلاف بين البيانات والمعلومات وشفنا ليه تعتبر موضوع مهم للدراسة وإزاي بتوفر المعلومات لمتغذي القرار شكرا